حسنا نسمع أنه هوايا أكو موجة جديدة لكورونا أو يعني أنا مصاب بكورونا أو عندها أعراض كورونا اللي هي مشابهة لأعراض إفلاونزا وفي حلقات هوايا قلنا أنه الفرق بين الإفلاونزا والكورونا شنو السبب أنه ممكن كورونا هسا بدأت تنشط أنه من جديد هو يعني موجات متعاقبة يعني في بعض البلدان وصلت إلى ثمان موجات كأستراليا هنا في العراق هذه يمكن الموجة السالسة ولكن الحمد لله الموجة السابقة كانت حالة الوفيات نادرة وهذا الموجة كذلك الحمد لله حالة الوفيات نادرة لأن يعني أغلب الناس أصيبوا به وأصبح لديهم مناعة والذين لم يصابوا أخذوا اللقاحات جرعة أولى وجرعة ثانية وبعضهم جرعة ثالثة لذلك ننصح بالذين أعمارهم فوق الستين والسبعين أو أعمارهم فوق الخمسين ولديهم أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب أن يأخذوا الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى يأخذوا الجرعة الأولى وبعد ذلك الجرعة الثانية يجب أن بعد مضي ستة أشهر أن يأخذوا الجرعة الثالثة للوقاية لأن الفيروس كورونا موجود في المجتمعات وموجود في العالم وينتقل ولكن الحمد لله السلالات الشديدة انتهت وهذه السلالات خفيفة نظرا لوجود كما قلنا الوقاية والمناعة بسبب الإصابة أو أخذ اللقاحات والحمد لله ممتاز طبعا يعني أنه خلنا نقول من أهم الأسباب لهذه الموجة هي عدم أخذ اللقاح يمكن أن نقول ذلك نعم طيب ويعني الموضوع مسيطر عليه الحمد لله يعني وفيات نادرة الآن كما في الموجة السابقة وكورونا لم ينتهي ولن ينتهي يعني تحول إلى انفلاونزا موسمية انفلاونزا الموسمية هناك كان نوع A ونوع B ونوع C والآن يمكن أن نضيف الكوفيد-19 كانفلاونزا موسمية تنتشر بين فينا وفينا ويمكن أن تنشط بعض الفترات في الشتاء وبعض الفترات في الصيف طيب دكتور شلون ممكن نقلل هذا الموضوع بالكورونا يعني أنه اللي صار بي أو اللي راح يصير بي أو نفس الإجراءات قصدي نفس نفس الإجراءات واللقاحات يعني مهمة وانا تباعد الاجتماعي يعني حتى الانفلاونزا العادية الشخص المصابي يجب أن يستريح في البيت مدة ثلاثة إلى خمسة أيام لكي لا يصيب الآخرين ويجب أن يعزل نفسه ولا يختلط بالمسنين وبالأطفال لأن هؤلاء هم مجموعة الخطر التي يمكن أن يصابوا بشدة بهذه الأمراض الفيروسية مالسا